ورجعنا تاني عشان خاطر نتكلم في صفقة بين رمضان اهو محمد علي بن رمضان. تلع لينا الاعلامي محمد على قناة النادي الاهلي طالع يقول لك ان صفقة بتاعة محمد علي بن رمضان خلصت مع النادي الاهلي باتني مليون وسبعمussian 000 000 يورو. وهيدفع على ايستن. اول ايستو ست يدفع مليون نلوongم solve hep y себе وكمان ستة شهور هيدفع مليون وتتمائة الف يورو. وكان اصلا اللي معطل صفقة محمد علي بن هو وجود برستاو. لان لجنة التخطيط كان عامل حسابها ان لما ييجي محمد علي بن رمضان لازم ان احنا نكون ماشيين برستاو. طبعا برستاو كان جاء له عرض من كايزر الشيفز بسبعمائة الف يورو فهو رفض العرض بتاع كايزر الشيفز. وكان عايز يكمل مع النادي الاهلي. النادي الاهلي قاعد يتكلم معي عشان خاطر يمشي من النادي الاهلي فقالت لو انتم عايزيني ان انا امشي لازم اخد العقد بتاعي كامل. واصلا صفكة محمد علي بن رمضان خلصانة من فترة. يعني الموضوع ما كانش واقف على فلوس. خالص. لدرجة ان هم عملوا الكشف الطبي اللي محمد علي بن رمضان هناك في المجر. ما كانش هنا في مصر يعني زي ما الناس كانت بتقول. لا هو فعلا عمل الكشف الطبي بس عمله فين في المجر. فهرجع اقول لها لك ان صفكة محمد علي بن رمضان واقفة على خروج برستاو. فهل انت شايف برستاو هيخرج ولا هنفضل في العواء ده كتير.